أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطريقة مارتين جريفث أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حفة المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعاً فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس وقال جريفث أن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة وبحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة يشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب وتوفير نقاط دخول إضافية إلى القطاع ومزيداً من طرق الإمداد وساعة التخزين في غزة وأيضاً تحسين حماية قوافل الإغاثة